انتهى حصار غربي الأنبار وبدأ الهجوم على مدنها وقراها حسب ما أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي هجوم بري واسع تشنه القوات الحكومية والميليشيات من أربعة محاور أحدها من نينوى على قضاء القائم وراوة لاستعادتهما من سيطرة تنظيم الدولة بإسناد الطيران الحكومي وطيران التحالف الدولي العملية العسكرية الحكومية يشارك فيها قطعات من الجيش وميليشي الحشد والحشد العشائري وشرطة الأنبار أما الهدف فهو مناطق القائم وراوة والعبيدي وسعدة والكرابلة ومعامل الفوسفات والإسمنت ومناطق تيوان بحسب بيان للعمليات المشتركة التي أوضحت أن العملية تهدف إلى تأمين الحدود الدولية بين العراق وسوريا إعلان الهجوم البري على مناطق غربي الأنبار جاء بعد حصار حكومي استمر لأشهر حيث ترجح مصادر حكومية صعوبة المعارك نظرا لطول المسافة المستهدفة وتداخل الأراضي الغربية مع مناطق سيطرة التنظيم في سوريا الضوء مصلط على تقدم القوات الحكومية وما تنجزه في مناطق غربي الأنبار لكن ماذا عن سكان تلك المناطق؟ فالعشرات منهم قتلى ومثلهم من الجرحى وفقا لمصادر طبية والآلاف منهم فروا باتجاه الصحراء ليجدوا أنفسهم في محنة لا تقل حدتها عن محنة الحصار وكابوس القصف اليومي الذي يدك منازل المدنيين حيث لا يفرق الموت بين شخص وآخر ويرجح مراقبون حقوقيون أن يتكرر سيناريو المأساة الإنسانية في مدن غربي الأنبار لسيما مع صعوبة وصول قوافل المساعدات إلى مناطق أعالي الفرات بسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي وهو ما يعد مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان الدولية اشتركوا في القناة